رحل نقيب المعلمين الدكتور أحمد الحجاية إلى دار الحق إثر حادث سير مؤسف ومؤلم تعرض له على الطريق الصحراوي تاركا وراءه إرثا عظيما بناه وراكمه خلال أربعة وخمسين عاما قضاها في خدمة أمته ووطنه وأسمى مهنة عرفتها البشرية مهنة التعليم يضيف الصحفي أحمد الحرسيس نعيا الراحل لعل الحجاية من القلة القليلة جدا الذين نشهد لهم بأنهم لا ينطقون إلا بالحق ولا يبطنون خلاف ما يظهرون كيف لا وهو الذي تشرب أصالة البادية الأردنية تحلى بأخلاق الدين الإسلامي الحنيف ويقول كان الراحل الحجاية مثالا نموذجيا لما يجب أن يكون عليه الأردني رجل صلب وعنيد في الحق لا يخشى لوم تلائم لا يهادن ولا يجامل إذا تعلق الأمر بباطل أبدا طيب القلب لا يحمل حقدا ولا غلا على أحد ولا يكره إلا المفسدين رجل متسامح متصالح يجمع ولا يفرق يتسامى على أخطاء الصغار ولا يلتفت إلا لهدفه رحل الحجاية تاركا وراءه نقابة صلبة لا تفتأ تدافع عن حقوق منتسبيها ورجالا على الأهد باقون يحملون ذات الراية التي عمل بإرادة صلبة لتكون خفاقة راية الإزدهار بالتعليم في الوطن الغالي والنهوض بالمعلم وحقوقه وداعا أحمد الحجايا وإنا لله وإنا إليه راجعون